كيف تعلم أنك تعمل مع مختل عقلياً؟ يمكن الكلمة لما نقول مختل عقلياً كلمة كبيرة وكأن هذا الشخص لا يحمل في عقله ذرة نهائياً لا إحنا مو هذا اللي نقصده يمكن أي شخص فينا إذا صار لموقف مع واحد متهور بالشارع على طلعه خطرة على شغله قال يا معود هذا شفيه مختل عقلياً؟ بالدوام صار لموقف مع شخص شي ما يديش العقل والمنطق قال يا معود ترك عنك هذا مختل عقلياً كلمة دارجة نقولها حبينا من خلال هذه الفقرة نشوف طرق التعامل مع بعض الأشخاص اللي ممكن أن نطلق عليهم هذا اللقب أو هذا الكلام ونقول عنه مختل عقلياً مع ضيوفنا في هذه الفقرة بداية دكتور حسن الموسوي للإستشاري النفسي والاجتماعي مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير يا الممنطق يا هلا يا مرحباً وأيضاً الأستاذ علي محمد دريساوي مستشار إداري ومحاضر ومؤلف مساك الله بالخير يعطيك العافية صلى الله بالخير الله عافيك ساك الله بالنور خلنا بداية نبدأ معاك دكتور حسن تعريف المختل عقلياً علشان نميز بين اللي قلناه وبين موضوع الطبي طبعاً يعني لما نقول مختل عقلياً الكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجنون بالمصطلح الدارج العامي فبالتالي يعني هو قاعد يعمل شيء وهو لا يدرك شاعد يسوي بالتالي قاعد بس قاعد يسبب أذى لنفسه وللغير لأنه فاقد الاستبصار أو ما يسمى بالإنسايتنج وبالتالي يقوم بهذا العمل فالناس أحياناً من السهل من السهل اتهام أو أنه القاء خلنا نقول التهمة جزافل على هذا الإنسان ويقولوا أنه والله هذا مختل عقلياً لأنه قاعد يعمل سلوك شاذ أو أنه قاعد يفكر تفكير شاذ أو أنه تصرفاته لا تتناسب لا مع الموقف ولا مع السلوك الجماعي فبالتالي يسمونه هذا مختل عقلي لكن هناك فر كبير بين المختل عقلياً أو اللي عنده اضطراب عقلي وبالتالي هذا اضطراب عضوي وبالتالي التشخيصه أيضاً يكون عضوي وبالتالي التشريح أيضاً يكون عضوي وبين اللي عنده اضطراب نفسي يكون هو اضطراب وظيفي شنو اضطراب وظيفي؟ يعني السلوك اللي قاعد يقوم به السلوك لا يتناسب مع الموقف ولا مع هذا ولكن أيضا في نفس الوقت هذا السلوك قاعد يؤدي يعني قاعد يعمل للشخص نفسه حالة من الارتياح أو حالة من الشعور بالراحة نعم استاذ علي يمكن الواحد اغلب وقته دائما يقضي في شغله ودوامه لكن شون يقدر هذا الشخص يحفز نفسه لش اجواء هادية جميلة من خلال العمل ينتج في العمل في حال اذا كان معاه شخص يعاني من الخلل العقلي اللي تكلمنا عنه قبل شوية لنا وموضوع تحفيز النفس هذا ما لا شغل بالمختل العقلي أو النفسي يتم أبديك فودراتسك على طول يعني اي موضوع تحفيز النفس هذا مرتبط بأهدافك انت أهدافك الشخصية يعني داخل المؤسسة عشان انت تكون إنسان في عندك حافز تشتغل لازم يكون في عندك انت أهداف شخصية وأهداف مؤسسية نعم يعني انت تشتغل ضمن مؤسسة في لها أهداف وانت تدري إن وجودك داخل المؤسسة هذي راح تساعد المؤسسة لوصول الاهداف هذا هذا موضوع التحفيز إنما إذا فيه وياك شخص أو أشخاص في عندهم مشاكل عقلية مثل ما تفضل الدكتور إذا مشاكل عقلية هذا موضوع طويل إنما اختلالات نفسية أنا أظن ماكو شخص اليوم خالي من موضوع اختلالات نفسية هذه المشكلة مو بي أن يكون في عندك أنت خلل نفسي المشكلة هو كيفية التعامل مع الخلل هذا يعني أو لما نقول خلل نفسي يعني أنت قلت يمكن ما فيه إنسان ما يعاني اليوم إحنا نقول كتعب نفسي من تأثيرات معينة أو سرية وعمل وغيره دائما نقول أن كلنا مرضى نفسيون ما فيه واحد ممريض نفسي كلنا مرضى نفسيون ولكن بدرجات казانب بدرجا منهم عنده اكتاب منهم عنده الخلق منهم عنده تواهم المرضى منهم عنده البانيك كل الأشياء هذه موجودة عند لسانت ولكن في درجات يعني في واحد عنده القدرة أن يسيطر واحد ما عنده القدرة على أن يسيطر وبالتالي عندما لا يستطع أن يسيطر يشعر بأنه مهدد أو ما يشعر لا بالأمان ولا يحس أنه قادر على أن ينسجم مع الواقع هنا هو هذا قاعد يسبب مشكلة للنفسه وقاعد يسبب مشكلة للآخرين لأنه مشكلة المريض النفسي الناس اللي عايشين معاه راح يشوفون يعني التعب النفسي وعدم الارتياح أكثر منه وطبعا هو اللي قاعد يمارس ولي قاعد يصير معاه شيئ هذا بس الناس اللي حاوله أيضا قاعد يتأثرون لأنه مو عارفين إشلون يتعاملون معاه نعم يعني يشوفون صعوبة في التعامل معاه دكتور حسن إذا كان في زميل يعني يعاني من مشكلة نفسية نعم أثر حيل على هذا الشخص شنو حجم التأثير اللي ممكن يحوش زملاءه معاه في العمل اللي يحتكون معاه على طول طبعا هم راح يشعون في حالة من التوتر يحوشون في حالة من عدم الارتياح هذا إذا كان مسؤول بعد قبله وقبله من المسؤول هذا المريء اللي يقول عنه والله عندنا نوع من اختلال العقدي أو اختلال الترابل النفسي يكون هو المسؤول هذا إذا كان مسؤول بعد قبله هنا هنا في صعوبة في التفاهم لغة الحوارت كانت تكون مفقودة بين الأثنين الإسلوب التعامل أيضا ما فيه أي نوع من الإسلوب لأنه هو يرى اللي يشوفه هو الصح هو يعتقد بأن اسلوبه وطريقته وكلامه وفن التعامل اللي يقوم به هو الصح والآخرين خطأ لأنه ما هو ما يعترف بأني أنا أكون مشكلة عندي ما يعترف بذلك لأنه هو يعتقد أن هذا هو الصحيح الآخرين خطأ الآخرين هنا أيضا عندهم مشكلة شلون يقدرون نقنعونه بأن اللي قاعد تسويه غلط أن هذا الشيء اللي يسويه لا ينسجب معه لا مع وظيفتك مع عملك ولا مع أيضا المنصب اللي أنت فيه هذا ما ينسجب لكن هو ما زال يعني مصر على أنه أنا الصح وهذا الخطأ هنا أنا أعتقد في هالحالة في غياب للوعي هذا اللي نقول عن المدير أو الشخص المسؤول هو ما يدرك أو فيه حالة عدم الوعي أنه ترى اللي قاعد تسويه هذا ما ينسجب رح يكون فيه حجم معانات كبير للموظيفين طبعا هم الكل اللي رح يتضايق الكل وهذا اللي يتضايقهم وهما رح أيضا يتضايقون ولما يتضايقون نجد أن بيئة العمل كلها يعني بيئة نقدر نقول عنها متوترة غير مستقرة لا فيه أي نوع من الاتزان وهذا أيضا يعكس على الأداة والإنتاج فيما بعد نعم خلنشوف هالفيديو ونرجع إن شاء الله هم بعد ناخد تعليقكم ورايكم في أستاذ علي خلنشوف هالفيديو بيئة العمل هي البيئة التي تحيط بنا في المكان الذي نعمل فيه والتي تطفي علينا إحساسا بأجوائها إن كانت سلبية أو إيجابية تتكون هذه البيئة من عناصر عديدة منها المؤسسة والتعاملات والجو المحيط ولعل أهم هذه الأشياء زملاء العمل الذين لا بد أنهم يختلفون في طريقة تعاملهم فيما بينهم ويختلفون أيضا في ردات فعلهم تجاه أي أمر طارئ أو خطأ قد يحدث في سياق العمل وكل تلك الأفعال الظاهرة أو المعنوية قد تكون ضمن حدودها طبيعية ما لم نلاحظ بشكل ظاهر أن هذه الأفعال أو الأساليب تكاد تندرج تحت مسمى آخر إما كيدي أو نفسي أو عقلي وهذا ما اكتشفه أندرو فاس المدير التنفيذي السابق في اثنتين من كبرى شركات تجارة التجزئة الكندية حين وشب زميل فاسد وهو ما أدى إلى قرصنة بريده الإلكتروني وهاتفه حتى أنه تلقى تهديدات بالقتل ولكي يساعد الآخرين على تجنب مثل هذه العواقب النفسية والجسدية التي عانى منها يقول فاس في كتابه فخ المتسلط أن أي عامل تم توظيفه أو ترقيته إلى منصب مشرف يجب أن يخضع لاختبار نفسي وهذا الاختبار مكون من عشرين علامة وردت في قائمة هير للاضطرابات العقلية وأشار فاس بأنه ليس بالضرورة ظهور تلك العلامات مجتمعة على زميل العمل المختل عقلي أو نفسيا لكن بعضها سيظهر على الأرجح ولعل أبرث هذه العلامات على سبيل الذكر للحصر أنه تظهر على زملاء العمل من هذا النوع دوافع ونوايا سادية يشعرون على إثرها بالعظمة إنهم كذبون بالفطرة يعيشون نمط حياة طفيلي ولا يظهرون أي إحساس بالندم أو الذنب لديهم مشاكل سلوكية مبكرة أستاذ علي ناخد تعليقك بالبداية على هالتقرير هالفيديو وفي كذا شغلة بالفيديو أول شيء قال أن الموظفين داخل بيئة العمل يختلفون في ردة الفعل بالنسبة للشغلات الموجودة داخل بيئة العمل طبعا أكيد راح كل إنسان سلوكه سلوكه يعبر عن مجموعة قيم ومبادئ وتوقعات وافتراضات وهو طبعا ما أخذها من ما تدري من وين يلا نعم يعني في عالم عندهم قيم ومبادئ ما أخذينها من مصادر صح صحيحة ففي ظل أي مشكلة ردة فعلهم راح تكون ردة فعل ممكن نسميها ردة فعل عقلانية راشنل يعني سلوك عقلاني صحيح ايه في عالم ما أخذ قيم ومبادئ ما تدري من غرندايزر شوي بوكيمون مسلسل تركي ايه ما عنده فأنت سلوك السلوك يعتمد اعتماد كله على القيم والمبادئ الموجودة عندك صحيح فطبعا في ظل أي مشكلة حتى لو تكون مشكلة صغيرة ردة فعلك راح تكون ردة فعل غير طبيعية احنا نسميها الحين عنده خلال نفسي عقلي المهم انه سلوكه مثل ما تفضل لك دكتور ايه ايه سلوكه سلوك غير طبيعي المشكلة هنا داخل بيئة العمل اذا ما في قيم ومبادئ معينة داخل بيئة العمل كل انسان راح يكون فيه له سلوك معين مختلف عن الثاني الموظف راح يكون فيه عنده سلوك مختلف عن الموظف الآخر هذا في ظل عدم وجود قيم ومبادئ مؤسسية واضحة انما اذا انا في عني مؤسسة وحاط قيم ومبادئ مؤسسية واضحة للكل فلما انت تي تتوظف داخل المؤسسة هذه لازم يكون في عندك او تمشي على اساس القيم ومبادئ هذه اعرف اللي لك و اللي عليك خلاص هنا انا راح احدد او انظم لحدود بعيدة يعني حتى حدود العلاقة بين الموظفين يعني انه سلوك الموظفين وكيفية التعامل مع المشاكل انما الموضوع هم يقولون كولتر باي اكسدنت يعني انا في عندي ثقافة مؤسسية شيء صايرة ما لها هوية مو باين شنو القيم والمبادئ المؤسسية اكيدة راح يكون الموضوع يعني دكتور حسن اكو شيء يعني احنا دائما نقوله اكو شيء اسمه سلوك الموقفي يعني في موقف معين سلوكي راح يكون بهذا الشكل عاد هنا السلوك هذا يعبر عن ما يدور في داخلي يعني انا اعبر عن رضايي او عدم رضايي لهذا الموقف من خلال هذا السلوك فاذا انا قمت بسلوكيات تكاد تكون غير مقبولة لان انا ما قاعد اشوف الشيء وبالتالي اعبر عنه بالشكل اللي انا احسه او بالشكل اللي انا اشوفه وهذا احساس داخلي وبالتالي اعبر عن هذا الاحساس داخلي بهذا السلوك لكن اكو احيانا السلوك اللي يعكس شخصية الانسان بمعنى انا هذا سلوكي في البيت برا في العمل كله هذا سلوك ما يتغير سلوك ثابت سلوك ثابت لا يتغير هذا يعني وبالتالي لما اقول سلوك ثابت لا يتغير هذا يعكس شخصيتي او هذا يبيل شخصيتي اين مر من الشخصية انا هل أنا مثلا أنا والله إذا الدائم الفوضوي سلوك سلوك فوضوي بمعنى أن هذا يدل أنه والله أنا في البيت فوضوي داخل العبل فوضوي في كل مكان فوضوي لذلك أن هذا الفوضوي شي يقولون عنه يقول هذا إنسان الله يكون نبعونا الله يكون نبعونا الله يرفع عنا ولا يبلاننا لأنه فعلا هذا الإنسان قاعد يزعج نفسه أو أنه والله سلوك ثاني ذاك السلوك اللي يقول عنه العكس تماما المهم ما يتم ولا يعطي أي اهتمام هنا نقول هل فعلا سلوك ثابت في كل المواقف بمعنى في البيت داخل العمل في أي مكان هذا هو سلوكه وبالتالي أم نقول لا والله في البيت يكون شيء العمل يكون شيء ثاني أو العكس في العمل يكون إنسان ملتزم في البيت يكون إنسان فوضوي إذن هذا السلوك ما يأكس شخصية الإنسان هذا في ناس جديد نعم في ناس يعني يكون في داخل شيء من بره شيء ثاني هنا عد ليش ليقولك والله أنا عشان أجمل صورتي أمام الآخرين والصورة هذه تكون جميلة لا يقولون عني شيء لا ينقدوني لا يقولون عني كلام هذه الليلة اللي ينطبق عليهم المثل من فوق الله الله متأتي أنا مالله ممكن ممكن يكون هذا جزء من المشكلة لذلك إحنا لما نيجي نقول يعني هل هذا يعني مثلا إذا أنا تكرر هذا يعني خليني أنا بشخص الحاكم وأنا لما بشوف إنه بقول هذا المختل عقليا أو إنه مضطرب نفسيا لابد أن يكون عندي معيارين أساسيين شترايك دكتور حسن نأخذ المعيارين لكن بعد الفاصل إن شاء الله لأن الفاصل كان مفروض نطلع من دقيقتين أو ثلاث لكن قلنا تأخذ راحتك شوي بالكلام خلنا نطلع مشاهدينا فاصل ومن بعد الفاصل رح يكون عندنا مقطع أيضا رح إن شاء الله نعلق عليه المخرج مصمم من المقطع الحين نشوف المقطع الحين ومن بعده فاصل نرجع المترجم للقناة المترجم للقناة يعطيك العافية أستاذ أهلا نعم أستاذ تسمح لي روح على الميت قبل بساعة المرأة تعبانة كتير وبيدي أخذها على الدكتور وأنا شو دخلني؟ هداف نعيس المرأة بجديد رول عنده أنا ما عد دخلني بالقصة حاضر ههههههههههههههه Państwo